السلام عليكم نظرا للتحديدات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافتها لزر الجرس ندعوكم جميعا أحبابكم بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره والسلام عليكم كل مليومة على واحد الوجبة أو لطبق أو لمنتوج مغربي محد اللي هو القديد القديد لأكيد كل منازل مغربية أتلقى فيهم شي شوية دمام من بعد العيد الكبير فمن بين الحوايج التي تتوجج العشورة هذا القديد هذا صباح الخير سينابيل عياشي صباح الخير لأساميرا نتعزيز عليك القديد نقدر نقول لك واحد القادية أننا في الدار عندنا في الوالد والوالدة نحن نقرضو الحولي دينا في الدار نحن نتعلم وشكل جزال شهوة دينا هو الحولي نقرضوه في الدار فالوالد والوالدة أول حاجة تبدو بها القديد قبل ما يقطعوا شي حاجة أخرى أنا يعزلو ذلك القديد الوالدة أول حاجة تصيبو ذلك الشرمونة في القديد حتى ستصيب القديد أول حاجة تصيب من الحولي هي القديد آآ يعني يمكنك تقنى درجة المزة اللي عندكم القديد مهومة مش أنا لا تناكلوه كما نطرق متأكل لا تنزل لي أنا للمتأكلها كيف قد تسمعونه وهو تتبقى نعم تتبقى يعني تتبقى أدواق تماما والأدواق والألوان ولا تناقش واللي يناقش على العكس من ذلك والجانب الغذائي والصحي والمنفعة ديلة الأغذية وقدروا نقنعكم لك أنتم بحالي ولي بحلسين بلايشي نقدروا اليوم تقنعوا بالأهمية ديل القديد غذائيا فالقديد بزاف الناس سيععتبوا لي أنه مالح بزاف نعم صحيح لكي تحيد من نسبة الملوحة ديالو وما تتديروش الملحة في الطبق اللي سيطيقوا به كان في العدس أو في سكسو ولكن مع ذلك تتبقى واحد نسبة الملوحة أكيد عنده خصائي خصائص أخرى أكيد فالقديد هي باش نشير المسألة دي القديد يعني أنه هو داخل في اللحوم اللي كانت طريقها ديال تعليب أو ديال تخزين للحم لأنش حدي ما كانش تلاجان لسي يحافظوا على اللحم لمدة طويلة كانوا تدير القديد تيبسوه فإلى آخره فغير نصيحة بون ده بس خطأ ولكن إن شاء الله ناس اللي تسمعونها بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله حاولوا دائما كيفما كنا قلنا يبسوه في مكان اللي هو ما فيه شمش مكان اللي هو فيه الضل وما يكونش معرض للمشكلة التلوت إلى آخره ورطوبة تبعا نعم فالقديد كان هناك القديد وكان هناك اللي شخ كوتخي أو اللحوم المدخنة إلى آخره فأكيد أن القديد هو أقل خطورة بكثير من اللي شخ كوتخي أو اللحوم المدخنة قلت أقل خطورة يعني خطير؟ إن فيه وحن نسبة خطورة؟ تبعت حال فيه نسبة خطورة لأنه كان الجانب ديال الملح أولاً اللي هو مرتفع بشكل كبير بعض الحيان تقصد تكون الجانب ديال الشحمة كذلك لأنه لا تنديروش غير الحم 100% تكون طريفات ديال الجليدة أكزاكتو مولا تتكون لسقا فيه فبالنسبة الناس اللي عندهم مشاكل صحية لناس اللي تعانيون أمرض القلب والشرين أو للناس اللي تعانيون مثلاً من مشكلة ديال الارتفاع دغط الدناوي لا تسمعوش الكلوت معاً اليوم لا ولكن شوف مزين يعرفوا مزين يعرفوا يبقوا معنا واسفين شي بكم ويحيدوا الشهوة دياله ومشكلة حيث أصلاً القديد تتكلم مرة في العام أكزاكتو مرة في العام وتتكون كيميا قليلة ما سيأتخذ هنا أريد أن أشير أن الناس اللي تقول لك لا القديد غير صحي فكان هناك أمور كذلك اللي هي غير صحية أكثر واللي ما تنردوش لها البال ورغم ذلك تنكمله أنا نتا نتناوله فيها فهد الأغذية هدي كما قلت هي تتخذ مرة مرة والتناول ديالها ليس مشكلة فبالنسبة لهذا القديد فأكيد أن الملحة اللي فيه يقول لك رقدتو ما بغيرت تحييي الملحة رأى الصباح كامل ومرقد وخاكك بقات فيه الملحة هنا فين كيل المشكلة أنا أريد أن نرقدوه أولاً تكون نسبة الماء كبيرة مقارنة مع القديد اللي غيرا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو أننا ما خلصناش نخليه هديك الماء تخصنا كل مرة نبدلوه تخصنا كل مرة نبدلوه تخصنا كل مرة نبدلوه تحدي نشلوه من الماء من الماء لأن الماء لاوجه إنه مادات سوديوم لاوجه لملاقه Everybody gets us to light منها نستجلو القديد کرتنا نسبة الملحة ومن القديد الدخول قد خرج ودخرج لكان versions تكيد حيث في الماء حيث في القديد وخاصة مازلوه لذلك تستمرونا تم aggravالمsch فتحدي الماء ونبدل الأرض أ humanities أنكِ einerَ بدكَ لنadaَ جانبي ل Panchه interests إلى جنسَ فالإ Velos لأنا نتجده أنا دائماً كيهنا كتبادل كالية ال хот thi في خروج الملح من القديد عندما وجبنا الملح ولم تبانمنا سيخرج م meus Если الخروج يعني الأمر لا تبقى للملحات بعد اخرج دائماً عندما تدير highs إلى الانتجه بنا ب小ية أقل algunas أقل خطورة بكثير إذا لا تبق preacher تبقى للملحة هناك نقطة أخرى لأننا لا نضيف الملحة في النار وإن كان الملحة لا يحتاج إلى أن نضيفه في النار يجب أن نضيف الملحة لأننا لا نضيف الملحة لأننا نقاتل في صامت بين المشاكل الكبرى ومن المشاكل الكبرى التي كانت في مجال التغذية في علم التغذية الآن هو مادة سوديوم التي تدخل في تركيب الملحة التي تتكري في 40% من ملح الطعام وبتالفة تناول القديد ممكن أنا قلت بالنسبة للناس الذين تعملون أمراض القلب والشرايين الناس الذين تعملون ارتفاع الضغط الدموي الناس الذين تعملون صوت كوليستيرول الناس الذين تعملون من ارتفاع تولاتي الغليسيريد لأنه يؤمنوا بعده هذه النقطة الأولى إذا كان ضروري أنهم ما يمكن يبعاده يجبهم يأخذه لا يمكن أن يشارعهم الضغط التلفيب ويأخذ ذلك لله في المشاكل وفي فكرة ، أريد أن نأخذ قديدنا، مم communicate سواء يزيد له في الدواس، سواء يحيد له شيء أخرى، سواء كان هناك كله لأننا نتظر شي حاجة مفيدة في القديد شي حاجة زوينة في القديد من غير المداق جانب نفسي جانب نفسي لأنه مهم بزاي كليت القديد كليت القديد لأنه ولو يعني في الحم يعني أنا جوغو فورمولا كيس الحم فالشي تقدد فالشي نشف واش تتركز في نسبة البروتينات واش هذيك الشرمولة والذيك العطرية اللي تسندرها من هالقصبرية بس عندها شي منفعه وال 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 وزعمة كي شي مفع له هي بسيطة لما تختلف على اللحم العادي ياك عادي شهيوة فقط لربما هادك شي لغي يكون تحسن القديد ولا غنتنفعه منه يعني الخدروكسكسو نعم لأن لو كان كين الجانب نفسي لي ومه متنسايش يا ساميرارا كاني بنسباله العيد هو القديد أنا تنقول لك مايبارو ورا ميمكنش هذا الشيء لا تتكلمنا عن المجبنة لا تتكلمنا عن الكرداس نعم نعم فأنا كان يبنى سباله لما يدرش القديد نهارة العيد أرى بحاله لا كانت العيد أنا لا أرى لما تدرش القديد لا أعيده ميبنة تتعرفها نعم كرداس كذلك كان فوجدات يديره واحد سيتها لسميتها بكبوكة بكبوكة هل هي المجبنة والتي تتخذ نهارة العيد ولا نهارة عيد لا تتبقى تنظر بأنها هي المجبنة تتعمر بطروف هذه اللحم كذلك تعملوا شوية الروز لا الروز لا تقدروا الروز وشوية الحم وشوية الكبدة وشوية الكبدة كنت أخذتها حالة هذه ونبقيتش عاقلة بثاف ما أعينش إني أنا كيف أسمع يا جارة ننزل وجدة بسينا بلا يا شرباء يجي عندكم يأكل بكبوكة إن شاء الله بشميعها ساميرا فقلت بأن القيمة الغدائية تبقى نفس القيمة الغدائية لا يوجد لحوم الغدائية لا يوجد لحوم الغدائية أعلى قيمة الغدائية بحال هذا القيمة الغدائية لكلهم تتنشفوا كيف تسمي لحوم مدخانة؟ لا لحوم مدخانة لحوم مجففة لكن لحوم مدخانة لا يوجد لحوم المخاطر أقل خطورة خطورة القديد تتكمل في أن كين فيها الملحة وهذا خطورة كبيرة وكما قلنا أدوك جديدات أنا اللي جفتني أغمزيان في حلقة اليوم كنتم تتماعين هي الطريقة التي توجد القديد اللي تشكرك لها بزاف الناس اللي يقول لك يبقى فيها الملحة فالصير هو أن نحسن نشلهم مرات عديدة يعني نرقده واحد ساعة نحيده هذا الماء ونديره واحد آخر ثلاثة أحسن ربعات المرات النسبة الملوحة تثبت لدرجة تضبط مشيقعة الناس اللي 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 تديروا القديد هذا النار خاصوا مدروري دور هذه المسألة لأن القديد تكون في المائحة بزاف وطبعا طبعا هو اللي تكرره نعم منطيبوا بلا ملحة المعراق ما خاصوا يكون فيها الملحة بالنسبة للمواد الدهنية سهيا نتفادوها نعم لأنه هو في شحمة دياله وفيه لدم دياله وخامبين العادة الغذائية لهاد الموسم هذا هي أنه سيأخذوا الكسكسو بالقديد وفي اللي اللي يلقا عتي تدور على واحد التبصير ولا الطبق ديال الفاكية ماكو يزاتي حاجة مزيانة ولا بزاف الكسكسو بالقديد ومن بعد الفاكية ونجبوا نسبة ديال الدهنيات كبيرة بزاف الناس الذين لا تريدون في الوزن خاصوا من غنوضي يتمشون ونجبوا من غنوضي يتمشون نقطة الإيجابية هو أن هذه الدهنيات التي كان في اللوز أو القرقاع هي معرفة على أن تتبط الكوليستيروض ومنون الذين يجبون المتولاتي بالقليسيريد لا يجبون أن يفعل لهذه لها لها لا تحاجة لا القديد ولا اللوز والقرقاع يعني الناس الذين يجبون المتولاتي بالقليسيريد ربما نظر على هذا الموضوع هذا بتفاصيل أكثر خصومي بعد ولا اي حاجة في الدونيات وانكن الدونيات حيوانية او لدونيات نباتية وخم نتمنى بان الرسالة توصل بالنسبة للناس الاسوياء ياخدوا شوية شوية من الحاجة يعني خصوم ياخدوها يعني خصوم يعني بالنفس اللي اسكلمتي عليه دي بنسبة القديد نعم قديد والفاكية الفاكية خاصة تخيات والفاكية قادي نسكلمه لغدية ان شاء الله وعلى المنافع ديالها بالنسبة لكل الناس مما فيهم الاطفال السعار هنتكلموا لغدية ما كيش شدار مغربيات تختهى الفاكية في ديامات بسحاو الرحاو واشركم بروكا غدائيا ماسينا بلاياشي شكرا لك شكرا لك ساميرا شكرا لك